السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا للمرحلة الأخيرة تقريبا من مراحل الدرس وهي الأكساد التنفسية وهي المرحلة التي يتدخل خلالها تنائي الأكسجين إذن المرحلة إما نسميها الأكساد التنفسية أو السلسلة التنفسية أو التفاسفور المؤكسيد الذي يحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري إذن بعد هذه المرحلة أو بعد تسجيل هذا فقط نسجل مقارنة بين التنفس والتخمر وحساب الحصيلة الطاقية للتنفس والتخمر ونكون سعيدنا الدرس الذي يكون كبير ولكن الحقيقة لا يوجد درس الذي يصعيب أو كبير بزيار الغشاء الداخلي الميتوكوندري نعرف أن الشكل الميتوكوندري هو هذا لنضعكم في الصورة إذا أخذت حدث من الأجزاء الداخلي الميتوكوندري وبنت أقوم بتكبير ويعطي نفس جزء هذا هو هذا الجزء الذي قدمناه إذا فإذا كان هذا هو الغشاء الداخلي الميتوكوندري سيكون هنا الحيز بي غشائي ويكون هنا الخارجي الميتوكوندري و سيكون لدي هذا الماترس الميتوكوندري تفسفور المؤكسيد والأكساد التنفسية تحدث على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري قبل من هذا الشيء كنا نرى دورة كريبس دورة كريبس وقع فيها وقع فيها اختزال النواقل الإلكترونات والبروتونات إن أضي بلس وإف أضي بلس تم الاختزال لهم إلى إف أضي أش دو وإن أضي بلس إلى إن أضي أش أش بلس لكي يعاودوا يتدخلوا لي في دورة كريبس واحدة أخرى لأن دورة كريبس لا تحبس أي حاجة اسميتها دورة لها عمرها لا تحبس قديما كنتظور لكي يعاودوا يتدخلوا لي في دورة كريبس مقبلة فكي يخص هذه النواقل اللي وقع لهم الاختزال يعاود يوقع لهم الأكسادة ذلك ما نسميها إعادة الأكسادة إعادة أكسادة النواقل كيف تحدث هذه أكسادة أو إعادة الأكسادة؟ على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري الرسمه بعدها هذا هو الغشاء الخارجي وهذا هو الحيز بيغي شائي حيز بيغي شائي وهنا عندي طبيعة الحال ماترس إذا كي يوقع إعادة الأكسادة ماذا يحدث؟ عندي إن أضي إن أضي إن أضي إن أضي إعادة حال إضي لذلك كانت عندي في دورة الكريبس إذًا تحويل لإن أضي إذًا تدخل دخول مجدداً في دورة الكريبس إذًا تدخل من الإلكترونات والبروتونات توقع لها أكسادة لذلك الالكترونات التي ستطلقها الان اضيه اش بليس سيأتي هنا وعندما يأتي هنا يجعلون واحد الايكيليبر لأنهم يجررون لديهم البروتونات من البروتونات الان اضيه اش بليس لذلك هذا الجول هنا يبدو لي البروتونات كان عرف ان الغشاء الداخلي الميتوكوندري تكون من هذه المركبات المركب الاول الثاني الثالث الرابع هذه المركبات تسمى بروتينات مدمجة لانهم لا تحركوا وهذه البروتينات هذا الجوج الصغار تسمى نواقل السلسلة التنفسية او لا بروتينات غير مدمجة او لا بروتينات حرة يعني يمكن لهم يتحركوا من بليسهم هذا يمشي شوية هنا يرجع هنا هذا كذلك يمشيوا على النواقل لكي يعطيهم الالكترونات نرجعوا فين كنا الى خرجوا الالكترونات لكيليبر خصوصهم يجبدو لعندهم البروتونات فش يجبدو عندهم البروتونات اش بليس يعني اش بليس فش يطلعوهم عندهم هنا هذه البروتينات المدمجة تسمح فقط مرور البروتونات الى الحي الغشاء لا يمكن لها تسمح الالكترونات الى الحي الغشاء لا يمكن لهم الالكترونات اذا جاء البروتونات هنا بسبب الالكترونات فسيخرجو الى حي الغشاء البروتونات lkn كذلك هنا سيطلق سيطلق سيخرج لها الالكترونات سيأتي هنا سيزول هذا النقل سيزول هذا المركب ولكن البروتونات سيخرج كذلك لكي تحول سيطلق سيطلق البروتونات سيخرج لها الالكترونات سنعود سيطلق فهو سيطلق البروتونات سيطلق البروتونات كذلك هنا اكتبه هنا اكتبه اكتبه احضر اكتبه اعطينا البروتونات الي علي اخرجها عبر هذا البروتين لمدمج هذا الي سمح فقط بمرور البروتونات الى الحييز بيغي شائي او ما خرجوا البروتونات كذلك الى لاحظنا الذين يأتي هنا بطبيعة الحالب ، التبرطن التحضير هيこの池 scalp في الأول ، الإلكترونات ، الجهCause ماذا يتلعون للغاية ؟ أدارت الناقل الخاص بالإلكترونات ثم تسطل هذا المركب ثم تسطل هذا النقل ثم وصلوا إلى هنا ثم تسطل معهم تستطيع العملية تتكرر لا بالنسبة لل إف أضي أش دو إما تسطل عديدة نواق الإلكترونات من عبد من الناقل حتى تسطل هنا ولا سنقوموا لديهم لا يمكن أن نحقهم يآحوا الهدف هذه الإلكترونات الذين كانوا غادين غادين المصير لهم هو أنهم في أخير المطاف يرجعون إلى المطريس وعندما يرجعون إلى المطريس يتقبلهم الأكسيجين تسمعوا بالله المتقبل النهائي هو الأكسيجين يتقبلهم على الشكل هذه المعادلة واحدة على جوج أوضو بلس جوج إلكترونات ما نكتب هذا هنا نكتب تتحول أشدوزو جزئات الماء ولكن إلى لاحظنا هذه الإلكترونات لنوازنهم لأننا نزيد أشدوه إلكترون حفظ ه+. ماذا جاء تتبه؟ جاءت لأن هؤلاء سيتقالت هنا سوف أشرح لكم الميطود أكثر كيفم يرجعوا المطريس ليست بمازل من حيث المطريس يمكن أن يقوموا من جد ما كان غير الكورات الخمراء المطريس يجب أن يعودوا بإعادة الكورات الخمراء تحتوي على الأنزيم الداخل فيها اسميته ADP عفوان الأنزيم ADP ADP SANTITAS وكذلك فيها واحد الجزئات ADP ADP هذا ADP SANTITAS بعدما يرجع البروتونات عبر الكورات وكذلك يرجع البروتونات لأنه يقع لي واحد المامال ما بين الحياة الغشاء وما بين الماطرس وكذلك يقع هذا المامال لأن البروتونات اكثر هنا ولكن هنا قلاله وكذلك قلاله بشكل ميزان وكذلك يرجع البروتونات الميكانيزم الواحد هو أنه يرجع عبر الكورات التي تحتوي على ADP مع أنزيم ADP SANTITAS هذه البروتونات بعدما يرجع مثل السيارة في طريق غير معبادة تنوض الغبرة هذه الغبرة هي الطاقة لذلك البروتونات سوف يرجع البروتونات وهناك الجهد الذي يرجع به سيعطينا طاقة تحفيز من ADP SANTITAS وتحويل ADP plus PE إلى ATP لذلك يعطينا ATP هكذا لكي نستخرج من النواقل وهما FADH2 وNADH plus هكذا لكي يقع الانتاج من النواقل لذلك لماذا فADH2 يعطينا جهد وNADH plus يعطينا ثلاثة لأن NADH plus يخرج البروتونات عبر ثلاث مركبات هذا المركب وهذا المركب وهذا المركب وهذا المركب إذا NADH2 سيعطينا ثلاثة ATP أما FADH2 البروتونات يخرج يبدأ يحتال هنا يضع الإلكترونات لهذا وهذا يبدأ يخرج البروتونات يخرج من هذا المركب ومن هذا المركب فقط وبالتالي FADH2 سيعطينا جوج ATP هذا هو السبب في الفيديو المقبل سنرى الحصيلة الطاقية لكل من التنفس والتخمر لأن انطلاقا بالتفسفور المؤكسيد عرفنا كل FADH2 وكل NADH2 وكل وبالتالي يسهل علينا نخدمه الحصيلة الطاقية لدورة كريبس والمرحلتين مع المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كذلك لمرحلة انحلال الجليكوز على مستوى الجبيلة الشفافة وكذلك بالنسبة للتخمر وبالتالي نعرفه الحصيلة الطاقية لكل من التنفس والتخمر والمرضوط الطاقي كذلك نتمنى أن تكونوا فهمتوا والسلام عليكم موسيقى